رحبت مصر بقرار كل من النرويج وآيرلندا وإسبانيا لاعتراف رسميا بدولة فلسطين وذلك في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية ودعت مصر في بيان لوزارة الخارجية الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى مضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين إعلاء لقيم العدل والإنصاف ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود وتمكينه من إقامة دولته المستقلة هذا وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع لا سيما في مدينة رفح الفلسطينية